طالب مصدر نرفيع المستوى إسرائيل بمراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع شدد المصدر على أن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصري ودوليا وأضف المصدر أيضا أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة هي عدم سماح مصر لسكان غزة بدخول لأراضيها يؤكد نوايا ومخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين لسيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع وقد جدد المصدر أيضا رفض مصر بشكل قاطع للمخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة إلى سيناء وأكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها